أهلا بكم يا جماعة في حلقة جدة من سلسات أسلحة الجيش المصري والنهاردة إن شاء الله هنبدأ نتكلم عن سلاح جديد وهو الصاروخ ميلان والصاروخ ميلان هو سلاح مضادر الدروع بيعتبر أنه هو من الجيل التاني ومن الأسلحة اللي المادة بتاعها لا أصير قوي ولا مادة بتاعها طويل قوي هو من الأسلحة اللي المادة بتاعها بيكون متوسط وبيتم استخدامه في وحدات المشام ويقدر أن المشاة تضربه على مسافات قصيرة وعلى أهداف أرضية وبرضو ممكن يتم استخدامه ضد الطيرات الهليكوبتر والطيرات المصيراء بس أهم حاجة إن يكون ارتفاعها عن الأرض الانتفاعها منخفض جدا وبالنسبة لتوجيه الصاروخ فبيتم توجيه الصاروخ بطريقتين مختلفتين الطير الأولى بالخيال الأشعة تحت حمراء أو بيسموها الدون حمراء أو بيتم استخدام سلكة معدني بيكون متوسط بالصاروخ عشان يتم توجيه الصاروخ ناحية الهدف مباشرة والسلك ده بيكون متوسط بالصاروخ طول المدة اللي بيكون موجود فيها في الجو لغاية مما يتم وصوله لهدفه بنجاح وبيتم إطلاق الصاروخ ده بطريقتين مختلفتين الطريقة التانية يتم تثبيت مدفع الصاروخ على الأرض ويتم إطلاق الصاروخ أو الطريقة التانية بيكون إطلاق الصاروخ وهو على آلية عسكرية يعني يكون مثلا مدفع الصاروخ على الآلية ويتم إطلاق الصاروخ من الآلية دي وبيستخدم للعملات دي جنديين الجندي الأول بيكون الجندي رامي والجندي التاني بيكون الجندي ملقم بالضبط إزاي طريقة استخدام المدافع لقصرة المدى ومدافع بعيدة المدى ودلوقتي هيبدأ نتكلم عن بعض المميزات اللي موجودة في السلاح ده وواحدة من أهم مميزات إنه سلاح خفيف وزن السلاح بالكامل بيكون 12 كيلو جرام وطوله 21 من 100 متر وزن الصاروخ بيكون 6 و 65 من 100 كيلو جرام وطول الصاروخ بيكون 7 و 7 من 10 سنتيمتر أما بالنسبة لوزن قاعدة الإطلاق بتكون 15 كيلو جرام والمدى الأدنى للرامي الفعال بيكون 250 متر والمدى الأقصى للرامي الفعال بيكون 2000 متر وبالنسبة لسرعة الصاروخ بتتراوح ما بين 75 إلى 210 متر لكل سنية ومدة طيران الصاروخ بتوصل لـ 12 و 8 من 10 سنية وخيال المدة دي من المفترض إن الصاروخ يقطع مسافة 2000 متر ونسق الرامي بتاع الصاروخ بتتراوح من 2 لـ 3 طلقات في دقيقة وسرعة دوران الصاروخ حوالي نفسه بتكون 12 دورة لكل سنية أما بالنسبة للرامي ممكن فتكون بارتفاعية إما أكتر من 10 درجات أو أقل من 10 درجات أما بالنسبة للإصابة للهدف بتكون 90% ضد الأهداف السبتة أو الأهداف المتحركة بسرعة صاروخ تصل لـ 10 متر لكل سنية أما بالنسبة لقدرة اختراق الصاروخ فممكن يخترق 40 سنتيمتر ضد الأسلحة الفلازية أما بالنسبة للأجواء ودرجات الحرارة بيتم استعمال فيها الصاروخ ده بتكون إما سالب 40 يعني 40 تحت الصفر أو بلاص 50 يعني درجة حرارة 50 درجة مئوية في جميع الأحوال الجوية ما بين الدرجتين دول بيتم استعمال السلاح ده لما بيتم رؤية الهدف أما بالنسبة لزاوية الإصابة هي بتكون أكتر من 65 درجة أو أقل من 15 درجة قياسا عنها إسقاط محور عمودي على هدف نفسه يعني هنسقط محور عمودي اللي هو بتكون زاوية 90 وبعد كان حدد هل السلاح بيكون موجود ما بين زاوية 65 درجة ولا أقل من 15 درجة لو هو موجود في الزاوية دي بيتم التسديد عليه مباشرة أما بالنسبة لمادى تكبير من زاوية بتكون 7 مرات بلد أصل السلاح ده هم بلدين اشتركوا في تصنيعه فرنسا وألمانيا فتت الاستخدام من سنة 1972 لغاية الوقت الحالي وتم تصميمه سنة 1970 وتصنع سنة 1972 والكمية المصنوعة منه 350 ألف قطعة المحرك صاروخ زوى قوت صلب اللي بيكون موجود جوه المدفع نفسه ومنصة الإطلاق إما فرد من خلال الأرض أو من خلال مركبة اللي هي آلية عسكرية أو مدرعات أو آليات مدرعة أو عربات مصفحة وخلافة وكده يا جماعة نكون وصلنا لإنهات حلقة النهاردة وإن شاء الله الحلقة الجاية يكمل كلام معاكم عن أسلحة المشاية المضادة للدروع أو الأسلحة الخفيفة المضادة للدروع وهتلاقوا كل اللينكاب بتاعتي تحت في الانسكريبشن مننسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الجيد السلام عليكم